موسيقى خمس سنوات مرت على الكرة المصرية تكبدت فيها منتخباتنا الوطنية العديدة من الخسائر وتجرعت فيها الجماهير كل أنواع الألم حتى أصبح الفشل مركة مسجلة للمنتخبات في عهد مجلس الجبلاية الحالية المنتخبات الوطنية سقطت من فوق جبل الكبرياء الكروية فلم تجد سوى أرضية مهترئة وإدارة مرتبكة عمقت الجراح بدلا من تضميدها فالسقوط كأس تذوقه الجميع فشل المنتخب الأولمبي في السنغال كان حلقة في سلسلة طويلة من الإخفاقات وكان ضياح حلم الأولمبياد جرح لم يلتأم بعد فضيحة المنتخب الأولمبي أعاد إلى الأذهان فشل المنتخب الأول مع برادلي وشوقي كشف حساب علام ورفاقه في الجبلاية شمل أيضا صدمة أخرى كان بطلها منتخب الشباب موليد خمسة وتسعين والذي كان يدربه ياسر ردوان بعد أن خسر من الكنغو في مرحلة التصفيات وودع المنافسات مبكرا أما منتخب الناشئين موليد ثمانية وتسعين والذي كان يدربه الدكتور جمال محمد علي فلم يكن أفضل حالا وقدم عرضا هزيلا في التصفيات الأفريقية لأمم أفريقيا 2015 بالنيجر فهل يرحل مجلس الجبلاية الحالي أم يستمر وينتظر الجمهور فضائح أخرى كروية لفشل المنتخبات الوطنية إيمان عبد الشافي شاك الدبوس رجعاكم تاني بعد الفاصل وهل يرحل مجلس الجبلاية أم يستمر إحنا ولا حاجة ده كلام كاتبنا الصحفي وضيفنا ومشرفنا ومنورنا في مقاله بكرة الأستاذ جمال الزهيري إحنا ولا حاجة؟ للأسف يعني أنا كاتب كده يعني في أخبار اليوم إن شاء الله بكرة للأسف الشديدة يا سيد محمد إن إحنا يعني تقريبا أنا بنتكلم على كورة وعلى رياضة لما التقرير اللي إنت حادك سمعته دلوقتي يقولك كل هذا الكم من الفشل يبقى إحنا بنعمل إيه؟ يبقى إحنا حاجة؟ إحنا ولا حاجة ولا حاجة للأسف يعني أنا قلتها كمان لإني ملقتشي تعبير أوضح من كده زي ما حاجة قلت لا عارفين ندير ولا عارفين نحكم ولا عارفين نعمل مسابقة ولا عارفين نرجع جماهير ولا عارفين نتفرج لا مش عارفين ولا عارفين نتفرج إحنا مش عارفين نتفرج يعني احنا عندنا مشكلة حتى فيه ان الجمهور يلتزم ويقعد بشكل محترم يتفرج على الماتشاط يعني هنعمل ايه اكتر من كده ايه الكوارث اللي ممكن نرتكبها اكتر من كده واللي يجننك بقى انه في اطار هذا الكلام تلاقي استوديوهات شغالة اللاينوار طبعا ناس لابسين كرافات تشي بلمت ساعة وبيتكلموا على ناس لعيبة ومدردين لا ده بيتكلموا كمان في الفواصل كمان لا وبيتكلموا على لعيبة وناس لابسين احسن مركات عالمية من الملابس الرياضية ومع ذلك بعد ده كله تلاقي مثلا ايه اللي احنا بنتميز فيه ان احنا نطلق القاب على لعيبة لسه بتقول يعني يا هادي واخبار حالتك ده ميسي وده مارادونا وده بيكينباور وده مش عارف مين تاخد بالك كل هزي الألقاب احنا بنوزعها بنحتفي جدا للأسف الشديد بلعيب اختلفنا كتير عليه رمضان صبحي ابرز حاجة عملها خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا ايه ويفع الكور بس كده يعني طبعا انجاز جديد انا بتكلم على ايه احنا دايرين في دايرة مفرغة او بنتحرك في دايرة مفرغة اه اساسها انه مفيش منظومة اه محترمة واخبالك اه حنيجي نقول مين السبب في المنظر اللي انت شفته فريق اه مصروف عليه سبع مليون جنيه اللي هو المنتخب الأوليمبي يعني اه اه على مدار سنتين المنظر اللي احنا شفناه لهذا الفريق قدام الجزائر ثم نيجيريا ثم مالي هل دا منظر فريق اه نقدر نقول نبني عليه للمستقبل خدتيني انت في حالة البناء اه طبعا هلسا في مرحل اه اصلا دا امل مصر بالزبط لسا بناءنا متهالك في ان انت في الفترة اللي هي بتاع الولاد بتوع الشباب والمنتخب الأولومبي لما بعد كده نواة الاحتراف ونواة المنتخب الأول لسا عندنا صعبة قوي وضعيفة الأفارقة بسم الله ما شاء الله تفوقوا علينا بكتير مالي يا سيد محمد مالي قبل ما تتلاعب منتخب الأولومبي المصري كانوا خسرانين من الجزائر ومن نيجيريا مظبوط كمان اه يعني صعب عليهم ان هم يرجعوا بلدهم يسيبوا السنغال ويرجعوا بلدهم اه من غير ما يحطوا بصمة حتى لو مش هيتأهلوا واخبالك فلعبوا قدام منتخب مصر اللي هو المنتخب الأولمبي المصري مباراة لا أروع ولا أجمل واخبالك وكان عندهم روح معنوية وروح قتالية عالية جدا أعلى مننا علما بأن لعبتنا هي اللي مفروض عندها الدافع هي اللي مفروض لو كسبوا هيتأهلوا كأول مجموعة طيب أخبالك إزاي فحتى اللعيبة فقدت أنا مش هايز أقول إيه نخوت إنها تدافع من غير مدرب إنها تدافع عن عن سمعتها الكروية يعني إيه من المدرب؟ يعني إيه المنتخب المالي أحرز الهدف بتاعه في الدية كام في تلت ساعة الأولان مش كده؟ بمساعدتنا ومع ذلك إنت مقدرتش على مدار ما تبقى من عمر المباراة طيب إن إنت تعور حصل بعض المشاكل في شرم الشيق ما قبل السفر واترمح عليها والأول عدت متحرك عندك التفاصيل وبعد كده الكابتن حسام البدري قال أنا لو كنت ساعدت كنت ترحلت مصطفى فتحي وكهرباء يعني إحنا الأخطاء بتتكرر وإحنا عارفين مين المخطئ ومين المقصر وعلى الرغم بعد كده إحنا بنطنش ولا بنعمل مش شاكل أو بنعديها يعني ما هو ده النتيجة ما هو أنت بقى حنيجي نتكلم على الجهاز الفني والإداري قبل ما تركز على إن اللعيب ده موهوب أو فنان أو عبقري أو أو واخد بالك بتشوف هل هو ملتزم معاك ولا لا هو لو مش ملتزم مهما كانت موهبته مش هيديك حاجة يعني أنت تجيب لعيب نص موهبة وملتزم أفضل من لعيب موهوبه ومش ملتزم معاك واخد بالك فالوضع الطبيعي ده يتحمل المسئولية دي كابتن حسام والجهاز الفني أنت لما يبقى عندك لعيبة غير ملتزمة تخليهم ليه أصلا يعني أنت تخليهم معاك ليه وتصفرهم معاك في بطولة عايز أقول أن هي يعني يا إما بداية لجيل يا إما نهاية لجيل اللي حاصل أن دي نهاية هذا الجيل من اللاعبين حيطلع منه واحد أو اتنين كده فرضاني تستفيد منه في المنتخب الأول لكن عشان تعمل منتخب تصعد به بقى هو البديل لمنتخب مصر الحالي لا أنا دايما كنت بكلم أقوله أنه دول نواة المنتخب الواطن الأول هم دول الأمل هم دول مستقبل بس خلي بالك هي برضو بالنسبة لل لو فكرت فيها شوية هي مش مفاجأة أنت عندك المنتخبات اللي قابل كده كلها لسا قلت والتقرير اللي التعامل مع سيدة وصام شالتوت في البرنامج نفس القصة أنه اللي فيه تعاقب هزائم وورا بعضها منها المنتخب الوامبي وفاش المنتخب الوامبي وبعد كده هفكرك بالصورة الشباب هفكرك بالصورة العكسية الجيل اللي هو كان اللي هو كان فيه منتخب شباب ومنتخب ناشئين على مستوى كويس سواء مع الكابتن حسن شحاته مع الكابتن شابه قريب هم دول اللي جابونا أحمد فتحي حسن عبد الرب حسن غالي جمال حمزة محمد صبحي لأ نجوم كتير يعني أنت مش هتطلع السلم مرة واحدة أنت لازم تاخد درجة درجة وهو على فكرة تواصل أجيال تمام ده يدل على حاجة بقى يدخلك في مسئولية اتحاد الكورة إذن من المسئول أنت قلت مسئولية اتحاد الكورة من المسئول من المسئول عن الهزائم المتكررة والإخفاقات المتقررة الرياضة المصرية عدم موجود الجماهير في المدرجات حتى الآن على الرغم مشكلة بورسعيدة وبعد كده الدفاع الجوي حتى الآن انت لسه ما فكرتش تعمل حاجة عدم موجود قانون شغب الملعب قانون الرياضة الجديد أمور كبيرة عدم موجود لجنة محترفين قصص كبيرة هي منظومة منظومة إحنا بنتكلم في إيه بنتكلم على منظومة عمل رؤية مستقبلية بمعنى أن النهار ده مجلس إدارة الاتحاد اللي بيجهز للانتخابات اللي بعد سنة أو أقل من سنة ده هتاخد منه إيه مع احترامي الشديد ليهم كأشخاص لكن أنا وجهة نظري لهم ولا اللي بيفكروا ييجوا يستحقوا إنهم ييجوا طيب تاني يعني أنا لو ما كانهم مش هستقيل هكمل بقى مدتي وخلاص طيب أنا أنا شايفه عمل بصامات كويسة جدا مع التحكين بصراحة لكن واحد جاله عرض من الاتحاد الأمارات وعايز يمشي والتاني ساب استقاله بقى مدير المنتخب الأول على أمل أنه يعود بعد الفترة اللي جاي لأقوله ما نجحش يبقى موجود مع المنتخب الأول على فكرة كابتن أسامة فتاح أنا متفق معك محترم ومخلص لعمله جدا وما عندوش أغراض أقدر أقولك أنها أغراض شخصية لا راجل اكتهت بصراحة جدا الأستاذ إيهاب يا رايت يا جماعة جيبونا الكابتن أسامة فتاح بأزيزكم كابتن إيهاب كعضو مجلس إدارة بعتبره خلال الفترة اللي فاتت من أفضل الأعضاء اللي كانوا موجودين شخصة محترمة جدا طبعا لكن النهاردة لما هم زي ما التعبير لحدك قلته يعتبروا بيقفزوا من المركب صح واخب بالك ليه واحد بقى مسؤول مدير المنتخب الوطني الأول والتاني هيسافر الإمارات لتولي عمل أو مهمة إدارة لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي القضية بقى في من الناس اللي هم قاعدين وبيفكروا من النهاردة إنهم يعملوا يدخلوا في تربطات عشان يجوا تاني يعني أنا أنا بتكلم سواء هم مقدول أو مقدول اللي بيفكر النهاردة أنا النهاردة الميساق الأولومبي بيحرم بيحرم الدولة طبقا لما للناس بتقولوا إنه يتم إقالة اتحاد الكور طيب بس في نقطة ثقافة اللي هي إيه الاستقالة يعني إحنا لا عندنا كرة قدم من شوية ولا عندنا إحساس بالزنب بالزبط خلي بالك آه لا عندنا ما هو ده ده اللي أنا بقول لك إن إحنا طب من شوية كابتا سيبن الزايد ولا حاجة كابتا سيبن الزايد كابتا سيبن الزايد ما عاد تليفون أنا أنا استقال ثلاث مرات أو أقل ثلاث مرات أو تقدم باستقال ثلاث مرات المفروض أنا أنا بقول ثقافة الإحساس بالزنب واتخاذ قرار بالاستقالة عند الفشل ما حدش بيعمل ده كله كله يعمل لك إيه حرك كنت رئيس تحرير جارت للأخبار الرياضة ومشيط وجال لسل أيمان بادرة وهي جي بعد لسل أيمان بادرة حد تاني هي دي سنة الحياة ما هو ده تواصل أجيال بشكل كويس ده أمر طبيعي بس أنا بتكلم على حتة أنت لما تفشل في مكان مصر وبتعترف على فكرة الناس بيعترفوا أنهما فشلوا يعني أنا سمعت كابتن محمود الشامي وسمعت عدد من أعضاء مجلس الإدارة وسمعت رئيس الاتحال لا والكابتن حزن فريد والتقرير والله لا أنا خلاص باستقيل أو أنا بتنازل والكابتن هاني بوريدة هي مكاني قصص كلها يعني مش في صلاحنا طب ممكن أقول بقى حاجة تانية يعني طبع كابتن هاني بوريدة وكابتن أحمد شبير مع احترامي لهم لهم كأشخاص كشخصين أنا بعتز بيهم جدا هما اللي جابوا المجلس ده حقيقة هل يتحملوا مسئولية ولا لأ ده هما جابوهم مسئولية أخلاقية يأثروا عليهم خلي بالك لأ أنا عايز أقول مسألة أخلاقية وعين لما أسمع أنتوا بتنتقدوا الناس دول وبتقولوا فين كابتن هاني خلال التلت سنوات الماضية تمام أين كان من اتحاد الكورة وهو رجل عضو دولي وأفريقي وخبالك وله تاريخ أين كان لماذا الظهور الآن وخبالك بمظهر المنقذ للمنتخب أو لاتحاد الكور يعني أنا كنت أحتاج كابتن هاني بوريدة في فترات سابقة تمام ودوره كعود مجلس تنفيذي للاتحاد الأفريقي وعود مجلس تنفيذ تنفيذ تحاد دولي أكيد أكيد تضامنية طبعا أنه أنت حضرتك بتقول أن أنت اللي جاي بالمجموعة دي طيب أنت شفت المجموعة دي بتخطئ مرة واثنين وثلاثة وعشرة طيب أين كنتم أين كنتم أين وزير الدولة للرياضة في ظل الإخفاقات المتقررة للرياضة المصرية وعدم الرضاء الكامل من كل طواقف المتابعين سواء جامهير أو أندية أو مدربين أو اختيارات للاتحاد الحالي وأداء الباهت شوف حدثك أولا قصة الميساق الأولمبي ومنع تدخل الدولة يمكن يكون ده هو العنف حتى لو أنت فاشل حتى لو أنت يعني أخفاقاتك ممكن الوزير أو الجهة الإدارية أو الحكومة تتدخل إذا كان هناك مخالفات مالية واخبالك تحول إلى النيابة العامة وتاخد إجراءاتك أنت في الحل إنما أنا شايف أن فيه أخطاء أكبر يا أستاذ محمد من مسألة المسائل المالية وأنا النهاردة لما يبقى عندي اتحاد خلال أربع سنوات لم يفعل أنا عايز بس حد يطلع يقول لنا من اتحاد الكرة ما هي إنجازات اتحاد الكرة الحالي مش عايز إنجازات عايز إنجازين اتزحرك بطول إنجازات لا أنا بقول ما فيش أنا بسأل يمكن إحنا المخالة بتاعك بقول إيه مش عارف من أسف أنا بقول إحنا ولا حاجة ليه إحنا بنتكلم في الرياضة إحنا ولا حاجة أكتر من يعني مثلا الوزير هيتدخل لحل اتحاد الكرة تمام هتخش في وليه ما يجيب لجنة مؤقتة دير اتحاد الكرة وبانتخابات مبكرة إذا ما كانت كابتن عسام عب منعم هنا كان موجود مكان حدا كان برح وقال أنا ما كنتش طمعان أنا قلت لهم أنا هاجي لمدة خانسة ياربين يوم أنصق الأحوال كلها وازبط الأمور ومش هتواجه وعلى فكرة ده اللي حصل يعني أنا حضرنا هزي الفترة مع كابتن عسام عب منعم ويمكن هو كان فيه خطأ في طرديلي الصلح بشكل جيد جدا لما كابتن عسام ادى الفرصة كاملة من كابتن حسن اكيد طبعا واستجاب برضو لمطالبات الصحافة والإعلام في ذلك الوقت بإنه وجود كابتن حسن ما يبقاش مؤقت ما يبقاش إيه لحين التعاقد مع مدرب أجنابي يبقى بتديله السلطة الكاملة واخبالك وبتسيبه ويشتغل طب سؤال سؤال مصطفى نوير بيقولك سؤالهم نعم يعني حراك بتقول استجاب للصحافة والإعلام في الوقت الحالي أن كل الناس خلاص بقى عندها عدوة ما بين عدوة للصحاف والإعلام عموما حملوا وحملوا إعلام الفشل منتخب الأولمبي وحملوا إعلام الفشل منتخب الشباب وربنا يسروا على المنتخب الأول وربنا يسروا على الكرة مصرية يا بي هقولك حاجة المشكلة مثلا أنا قريت النهاردة موضوع في جريدة المثل زملنا ياسر أسم بيقول فيه أنه طاهر الشيخ يهدد بالاستقالة أه إذا ما خادش جزء من التفويض أو اشترك في التفويض الممنوح لمحمود طاهر طاهر مين؟ طاهر الشيخ كابتل طاهر الشيخ فلما عضو مجلس الإدارة يقول هذا التصريح الوضع الطبيعي أن أنت تعمل إيه؟ خليت أحد الزملاء يتصل به عشان يتأكد من هذا الكلام قاله طب ديني ساعة وهكلمك سيد محمود أيوه ما رضش عليه طب ليه؟ بالظبط أنت النهاردة فيه تصريح أو تسريبة يا إما تصريح يا إما حد لا يمكن أن سيد محمود ده يرجع لمستشاره مين؟ سيد محمود ممكن يجعل لمستشاره مين سيد محمود؟ محمود مين؟ سيد محمود طاهر لا لا هو ده مش اللي سيد محمود طاهر مال مين؟ أبتكلم على طاهر الشيخ آه كابتل محمود طاهر الشيخ أبتكلم على طاهر الشيخ أبتكلم على طاهر الشيخ أبتكلم على طاهر الشيخ فلا أنا عايز أقولك بمناسبة أنك بتكلم على الإعلام وكيف يتعامل البعض مع الإعلام طبعا سباحلي كابتن انتظر ده برينس البرينسات وكنت موجود بقى في اليابان ووضعت معه وقت كويس جدا وكان موجود لأول مرة وراجل ستايل وراجل ابن ناس ومحترم بس كان بعيد لتفاترات طويلة لما يتقال خبر او موضوع كبير منشط في جورنان كبير زي المسا وكاتبه صحفي محترم زي ياسر آسم وانت بتتابعه كصحفي هاتولنا يا جمالي شوز ياسر آسم على التليفون بعد ذلك انت بتتابع الخبر فنتصل به احد الزملاء اللي هو ايه بقى الخبر بس شانا برضو ما ييجي الخبر انه محمود انه طاهر الشيخ يهدد بالاستقالة من مجلس ادارة النادي الاهلي اذا لم يتم منحه او اشراكه في التفويض الممنوح للمهندس محمود طاهر في الاشراف عكورة خبر مهم ولا مش مهم طبعا 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 ياسر انفرد بهذا الكلام زي مننا طبعا احنا الطبيعي احنا طالعين بكرة فلازم نتابع هذا الخبر صح كويس فاللي انا عايز اقوله هنا عضو مجلس الادارة او المسؤول ده من مصلحته ان هو يوضح الحقيقة او يؤكد الخبر ولا لا او ينفيه ينفي الخبر او من خلال المركز الاعلامي او يؤكد او يؤكد ده تعليقا على كلام حضرتك بخصوص مدى التقدير المتبادل وده ما كانش بحصل في الاهل قبل كده خالص 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 وانا هقولك كابتن عسام عبد منقم لما كان موجود هو نفسه كراجل صحفي كبير هو كان مسؤول ايامها رئيس ما كتابش رئيس القسم الرياضي في الارام ما كتابش خالص كان بيكتب عمود يومي اه في هذه الفترة امتنع طبعا امتنع طبعا طبعا ليه تقديرا لانه ما ينفعش يبقى خسمه الحكم صح يعني ما يبقاش هو راجل احنا هنا خسمه الحكم والجمهور والمدلك انت النهاردة كل حاجة انت النهاردة كل بوس انت النهاردة الكل في واحد ممكن تلاقيه مزيع ومعلق ورئيس ووزير وغفير وكل حاجة كله في بعضه يعني طبعا الامور دي كلها برضو بتدل على حالة التخبط اللي موجودة في الوسط الرياضي تمام اللي هي لا ينتج عنها يا استاذ محمد طيبة الا اللي احنا شايفينه ده فشل تلوى الفشل فشل ورا فشل كويس فهل احنا عاوزين نستمر بهذا الشكل ولا عايزين كل حاجة تبقى في مكانها لا عايزين كل حاجة في مكانها مش كده برضو معك كل الاحترام لبعض الزملائل اللي هم بيبقوا لهم مناصب معينة داخل الاتحادات ماشي تبص لاي جاد فترة يقولك ده ممنوع ماشي الوزارة لا ما بتعملش حاجة زي كده ما بتعينش حد ييجي فترة يسمح بيها يعني عايز اقولي اختروا لنا الطريق زي شوية يقولك فيه اشراف على المنتخبات اتحاد الكورة في البلاد المتحدرة زي ما بيقولهم في البلاد المتحدرة في اوروبا ودول المتحدرة ما فيش اشراف على المنتخبات يعني الاشراف على المنتخبات ده فيه شوء اعلامي فيه تواجد فيه رأسة بعثات فيه يعني ممكن من خلاله تقدر تكايف امورك بالزبط بالزبط يبقى انت كل حاجة لازم تاخد اه وضعها الطبيعة اه ييجي بقولك يقولك السنة دي فيه اشراف بعد شهرين لو حصل اخفاق لو قدر الله في اي منتخب نلغي الاشراف وبعين نرجع بعد كده نقول نلغي الاشراف من محمد وديله اساس جمال يعني بصيله بصيله انت فاهم انت هي قصة اديله سروح كده هي للأسف الشديد فيه حاجات بص فيه عالم يا استاذ محمد عالم موازي لعالم اللي احنا شايفين يعني احنا شايفين حاجة في الكواليس بقى واخد بالك بيبقى فيه عالم تاني قول تاني الكلام دي فيه عالم عندنا عالمين بالزبط كده احنا بنشتغل بوجهتين نظر بالزبط حاجة فوق الترابيزة لحاجة تحت الترابيزة ده مش في الكرة بس ده في السياسة وفي حال الاحوال ماشي لكن لو انت عايز ماشي لو انت عايز في السياسة ده ماشي الى حد ما مقبول لكن انا بتكلم في مجالات العمل لازم يبقى فيه وجهة نظر واحدة هي اللي باينة قدام الناس مايبقاش تمثليات يعني بتتعامل على البشر بس بكنا يا جماعة الاستاذ ياسر قسم يعني اكيد اكيد الموضوع مهم زي ده لا وهو في المسا طيب معنا الاستاذ ياسر لا معنا هو استاذ ياسررجوك عالو استاذ ياسر ازايك استاذ محمد اهلا وسهلا ساهلا السلام خير يا استاذ ياسر وازا هذا حضرتك استاذ جمال وحسنا كتير والله والله وحسنا كتير والله يا يا بي ليسا بقول لهم يا يا جماعة يا ما جبت مش يا استاذ ياسر اللي قال لي معاك عنه ومستط poison الاقدق كنت باشيت باي كنت باشيت بالموضوع اللي انت عام له طب علي السجم النارد والله احنا تلمزتك يا استاذ جمال يعني مفجر قضية يعني موضوع جامد اللي هو انه كابتن طاهر الشيخ بيهدد بالاستقالة مظبوط في حالة اذا ما دخلش في التفويد اللي ممنوح للمهانس محمود طاهر اه طبعا احكي للاستاذ محمد عباس ان انا قلت لاحد الزملاء يكلم الكابتن طاهر مش عشان ينفي خلي بالك عشان يتابع الخبر صح؟ صح؟ تمام 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 يعني هو يعني ان نقدر نقول الكابتن طاهر ما ردش عليه يعني هرب من الا الا لا هو رد ايو يعني ما ردش عليه في الكلام انا شوية يكلمك وخلص تمام فكنا برضو قلنا ليسألك انت على هذا الموضوع بعدها سيد ياسر اتفضل اه يا فهدف والله هو طبعا يعني الوضع داخل مجلس الهدارة النادي الاهلي مشتاعي اه يعني ما هو وضع ما هواش يعني يليق بمجلس ادارة النادي الاهلي اه في ازمات كتيرة داخل المجلس في مشاكل في خلافات على امور عديدة وطبعا يمكن ابرزها كرة القدم لان كلنا زي ما شفنا طبعا الموسم الماضي اه النادي الاهلي اخفق في اكتر من اه من بطولة اه ويمكن الكابتن طهر الشيخ ليه وضعية مختلفة داخل مجلس ادارة النادي الاهلي باعتباره الوحيد اللي اللي لعب كرة قدم وطبعا كان نجم بارز سواء مع اه فريق النادي الاهلي او مع اه مزموك بس زياس اسمح لي اسمح لي اه اه يعني هو البعيد لسنوات طويلة عن كرة القدم اه اكيد طبعا هو ما كانش في الصورة طبعا بقاله فترة طبعا كبيرة جدا لكن هو دلوقت الموقف اختلف اه هو اصبح حضو مجلس ادارة اه رجل مسؤول اه اكيد هو ما يتمناش لنفسه بابعيد عن اه صناعة القرار القروي داخل اه النادي الاهلي اه وكلنا طبعا عارفين ان المجلس السابق كان في اه اكتر من اه نجم كرة قدم اكيد اه بداية طبعا من الكابتن حسن حمد رئيس النادي والكابتن محمود الخطيب اه النائب وكان موجود قبل كده طبعا طاهرة ابو زيد وطبعا الميسر الراحل الكابتن صالح سليم اكيد كل دول على مدار الفترات الطويلة كان ليهم دور في اه صناعة القرار القروي داخل النادي الاهلي طيب في لجنة كرة سوز ياسي السؤال مهم اه اتكلمت مع الكابتن طاير في الفلكجية دي ولا دي برضو يعني شغلك واكتهادك لا 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 طبعا مصادرك يعني مصادرك مصادرك اه طبعا ما اتكلمتش اه مع الكابتن طاير في الموضوع دوات اه لكن انا عايز اقول لحضرتك ان هذا الموضوع يمكن الجلسة اللي قابل دي ياسر شهر الموضوع اللي حصل فيها خلافات وبعدها مصادرك لوح لحفا رئيس النادي بالاستقالة لا المهانس محمود طاير هو اللي قال انا مستقيل داخل الجلسة بزبط وكان اللي اصار واشعل الموقف داخل اجتماع مجلة الادارة هو النقطة دي بالتحديد مصادرك ويمكن حصلت مشادة ما بين الكابتن طاير وما بين محمود طاير بسبب هذا الموضوع والكابتن طاير قال انه هو الوحيد اللي مارث كرة القدم يمكن كابتن طاير زادت على الضغوط في الفترة الاخيرة باعتباره انه هو الوحيد اللي مارث كرة القدم وانه زادت باعد عن صناعة القرار وانه ما يكونش فيه لجنة كرة أحضوفيها وما يكونش هوليدور أه يعني حقيقي فيه إدارة كرة القدم داخل النادي ويمكن ده اللي خلى الكابسن طاير الشيخ بقى بعد جلسة الاكتباع الأخير أنه هو يصر أنه يكون موجود في دائرة صناعة القروي داخل النادي لالي ما يكونش بعيد وزي ما حضرتك وقلته في البداية أنا كاتب النهاردة طبعا أنه ما زال عنده الإصرار على هذه النقطة أنه هو يأما يكون شريك في تفويت كرة القدب مع رئيس النادي أو أنه يتم لتشكيل لجنة كرة ويكون برضو هو عضو فعال فيها على فاكرة سيد ياسر سيد ياسر برضو زي ما حرك بتجتهد وعندك معلوماتك وإحنا مقدرك أنا برضو عندي معلومة عرفتها وأنا في معسكر الإمارات يعني في سرطان ومصر أنه لو لو هناك لجنة كرة هتبقى لجنة كرة ما بين المهادس محمود طاهر أو الكابتن عزيزي عبد الشافي هو أكيد لازم طبعا مزير قطاع الكرة يبقى موجود داخل لجنة الكرة لتنين بس لتنين بس لتنين بس لا أعتقد أن دي برضو هتزيد من حدة طبعا لأن لجنة لازم يبقى فيها أكتر من عضوين على الأقل تلاتة يعني طبعا ما فيه اقطاع كرة وفي رئيس اللي اقطاع الكرة في الآلي محتاج اللجنة في إيه لا يا اللجنة كان لها دور لا لا حضرتك برضو لجنة الكرة أكيد بيكون لها دور طبعا كان فيه في المجلس السابق كان فيه أكتر من لعيب كرة ورغم ذلك كان فيه لجنة كرة وبتشتغل بس ما كانش فيه مشاكل أجزيزي بس ما كانش فيه مشاكل كان فيه تفاهم داخل المجلس كان فيه تفاهم وتعاون وتنصيق في كافة الأمور يعني طبعا كان كل الأمور بتعرض وبتناقش قد يكون القرار النهائي أو الأخير لكابتن حسن حمد رئيس النادي وقتها لكن في النهاية فيه مناشات بالدور وفيه أراء بتطرح ويمكن اللجنة في المجلس السابق يمكن كانت لجنة أكبر شوية كان شفنا فيها طبعا كابتن حسن كابتن خطيب كابتن سادعب حفيز كابتن هادي خشبة كابتن سليم يمكن ما كانش بيحصر كتير لكن كان موجود برضو ليه رأيه وبيتاخد مشورته فيه اتخاذ القرارات القروية داخل النادي الأهلي يعني أنا شايف أنه من الصعب جدا من الصعب جدا أن نادي كبير بحجم النادي الأهلي أن يتحكم فيه شؤون كرة القدم شخص واحد أعتقد أن هي مهمة صعبة جدا جدا وأنا شايف أنه من مصلحة طبعا منصف محمود طير أنه يكون ليه شركاء في صناعة القرار القروية وخاصة ده يكون أكيد ليه يعني حتى يحميه من الانتقادات بمفرده يمكن هو تحمل بمفرده تقيل جدا بعد كل إغفاق لنادي الأهلي لا على فكرة للصالح العام والجميع في مجلس الإدارة أنهم يتربطوا ويبقوا زي زمان ده يعني بصراحة ده الحل الأمسا لهم يعني احنا نتمنى نتمنى ذلك وخصوصا طبعا هل تتوقع ذلك يا سيد ياسف سمع هل تتوقعه ولا تتمنى يعني أتمنى لكن ما قدرش أتوقعه طبعا لأن فيه داخل المجلس يعني فيه خلافات عميقة خلافات عميقة ما هيش خلافات سهلة بسيطة لا 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 فيه خلافات عميقة جدا وفي نقاط محورية عديدة مش بس كرة القدم ولكن فيه شؤون أخرى داخل النادي الأهلي يعني نتمنى أنها تنتهي طبعا وأن النادي الأهلي طبعا طرح وكهان كبير ما ينفعش أن يكون فيه خلافات لهو دور الأكبر والفعال فيه الرياضة المصرية عميقة ساز ياسر ساز ياسر آسم السديق العزيز والنقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا راجل محترم قول بقى صحيح ناقى سوابا بينامش ياسر عشان نلمس قول بقى فاصل كنا نرجع يلا يلا جماعة نطلع فاصل ونرجع لأستاذ عباس رجالكو تاني بعد الفاصل ما نقضنا الرياضي كبير وستاذ جمال زهيري استاذ جمال يعني لو عندك رشدتة تكتبها للإصلاح والله يا مثل رشدتة خلصتها خلصتها طب حتى هقولك حيجة هقولك حيجة هقولك إيه المتخصصين اللي هم خبراء كرة القدم بص الكلام مفيش أسهل منه إنما الفعل الفعل بقى هو ده الفرق خلي بالك يا أستاذ محمد ده الفرق بينا وبين مثلا أنا بزع الليلة مقارن بينا وبين دول عربية كتير بدأت بعدنا ومن خلال رجالتنا طرف مش كده ولا لأ حطت دولة مدينة أبوظبي بالتحديد كان الله أرحمه الشيخ زي كان جايبه مهندس مصري أيوة ده على فكرة دي موجودة مثلا ناس الاسم وراجل كرامود جنسية وحاجة يعني بص دي دي ظاهرة موجودة إنه المصري لما بتسق فيه وتديله تحطه في المكان المناسب بيشتغل طب يمع المصر في مصر لا إنت عندك هنا بتوزع بص إنت هنا بتوزع المناصب حسب الشلة وجروب الله يعني حسب الشلة اللي إنت فيها والجروب اللي إنت فيه يعني والله العظيم هذا الكلام ما بقوله لا تشاؤما ولا أي حاجة أنا مجرد درصد حاجة موجودة مشكلتنا ليه مثلا كابتن أسام عبفتاح مطلوب ليه في الإمارات شاطر حلو طبعا هل حجم الهجوم اللي هيتعرض له في الإمارات زي هنا هي دي مشكلة كمان بقى أنه إنت هنا لو لقيت واحد ناجح بتلاقي عشرين واحد فاشل حواليه عايزين يفشلوه زي عايزين يفشلوه يوقعوه خلاص بالضبط إحنا بس لما بننقد ما بيبقاش هدفنا يعني لنا ولا حضرتك عايزين نمسك المنتخب ولا نمسك اتحاد الكورة خالص آه يعني إحنا شهاد شهادتنا مش مجروحة خالص فالمشكلة بقى بقولك إنه كله بيدفع فواتير انتخابية وده أحد عيوب الانتخابات آه في في عندنا يعني في الجماعية العمومية مثلا أنا بقى سمع أن فيه ناس بتقاتل عشان عودة باند التمن سنين ماشي أنا مع استمرارك عشرين ألف سنة طول ما أنت ناجح أنا كنت باقترح والله العظيم وقلت هذا الكلام للدكتور حسن مصطفى وقلت وكمان لخالد زين أياما كان رئيس اللجنة الأولمبية قبل ما يحصل القلق ده يوم ما نجح قلت إنه يجب أن يكون مدة مدة الجماعية لا مدة مجلس الإدارة أربع سنوات فقط قابلة للتجديد بس مشروطة عارف يعني إيه مشروطة يعني مجلس مجلس حاجة كويسة كمل كمل ما فيش أي مشكلة بزبط مجلس فاشل مجلس فاشل وبعين يقعد ثمان سنين يا سيد جمال ومش هاين عليه يسيب الكرسي أربع سنين لغيره يا سيد جمال أنت عندك في الهيكا لتنظيم للدولة اللي بيعملوا التنظيم الإدارة أن أنت في الوظائف المعينة اللي هي من السيل الأول اللي بتبدأ صغير بدرجة أولى الوظائف العليا الوظائف العليا سماء سماء كده أه لأ أنت ممكن تقعد في وظيفة من الوظائف العليا دي لو أنت أخذتها بدل شوية من سن الخمسين للستين حتى لو أدائك مش مرضي أيوة بس أنت قاعد وخلاص يوديك فين يوم ما يوديك يوديك مش تشار ألف ومشار بيه وبتقبض وانت قاعد ماتنميش حاجة كويس يبقى احنا يبقى احنا برضو حنقول احنا لازم دماغنا تتغير طيب إذا كنا عاوزين نصلح محدش يقنعني برضو مع احترامي للاتحاد كأشخاص أنا مفيش بني أنا أشخاص مفيش بني أنا مفيش بني أي مشكلة نحن نتكلم على أعمال وأفعال شكل رياضة المصرية وتاريخ وسمعة رياضة المصرية بالضبط كده بالضبط وبعدين أنا بزعل على إيه إن إحنا لو تتذكر سنة التسعين كنا صغيرين يعني لما خدنا لما وصلنا كاس العالم إحنا قلنا خلاص العقدة تفكت كل أربع سنين هنوصل كاس العالم مش كده ولا ليه طبعا بقى لنا كم سنة ما وصلناش كاس العالم من تسعين خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة الزبط قبلهم كان ستة وخمسين سنة أعم قبلهم من سنة أربعة وتلاتين للتسعين ستة وخمسين سنة يعني إذن ده يدل على إيه يدل على إنك بتوصل بالصدفة أو لو جالك شخص في وسط المنظومة بيشتغل كويس يعني لما جيت كابتن محمود الجهري وهو عنده فكر معين وعنده استعداد وبيوظف فكره ده أخي بالك يا محمد بي لأ أنا سواء سواء لما جابوا المنتخب لما جابوا للاتحاد ده عاموا لكم بينا بعد كده لأ ده دي بقى لما جيه مستشار أو مستشار فني يعني لأ أنا بكلمك لما كان جيه مدير فني للمنتخب لولا إنه هو حاطت هدف التقاول إلى نهاية كسر عالم أخي بالك ولغى المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية والدوري مش عارف مكملش وعمل أفل على فرقة منتخب مصر في ذلك الوقت يعني إذن إنجازاتنا في كرة القدم تتحقق بالصدفة وبالبركة وبالبركة وبدع الوالدين كمان يعني ممكن تبقى فيها كده يعني أعزع في الموضوع ده وارروح للموضوع تاني هو رحيل المدربين وحرجع تاني وأقول ونرجع ونخلي زمالي في العداد نجمع الكلام اللي هنقولها قبل كده قبل بداية الدورة بشار تقريبا أن هناك الكراسة المسيخية وتغيير المدربين أول ثلاث أربع أسابيع هيصل تغيير ده حصل الأسبوع السابع وآخر الاستقالم الكابتن أحمد حسن يعني إيه القصة عندك كابتن حسن شحاتة كابتن محمد يوسف في سموحة كابتن جينيدي في المحلة كابتن عم حفر بسوني في حرص الحدود خالد أماش في الشرطة مالدينوف في الاتحاد السكندري وأخيرا أحمد حسن في بيتروجيت حقول لك حاجة أنا معها مبدأ إيه إنه المدرب لا يتغير أثناء الموسم بس إذا ثقافة أيوة لا هي هي ثقافة يا مهمة جدا بس برضو ثبت فشلها مثلا مع النادي الآلي تمام اللي هو اللي هو أكبر نادي مؤمن بهذه القاعدة أوكي ليه لأنه نادي زي الآلي لا يتحمل إنه إنه يستمر مدرب فاشا طب جمهيري والرعاية اللي أنا بقوله حتى في الأندية اللي هي أندية الوسط والقاع برضو السكوت على المدرب اللي هو غير ناجح مش أقول فاشل الاختيارات معاييرها بتبقى يعني مش فاهمينها أولا بيبقى فيه أسامي أقول أنت عندك فيه كوميديا برضو كوميديا نفس مجموعة المدربين بتغيرهم بيلفهم صح يعني يعني بتلاقيهم دور كعب داير بالضط يعني هو مثلا مدرب فاشل في نادي معين مباشرة زي الروليت كده بتاع هو فاشل كويس إن ربنا يعني قانون مصر في حاجة محترمة جدا إن ما فيش الحمد لله ما فيش حد يبيخل الكازين والإمار الحمد لله فأقولك المدرب اللي هو يفشل طب هو هتوديه النادي التاني هينجح بمناسبة إيه تماعي يعني أنا عايز أقول برضو إنه الأندية نفسها يجب أن تعطي الفرصة لوجوه جديدة والوجوه الجديدة على فكرة عندنا ما بقاش عمرها 30 سنة يعني أي مدربين النهاردة من الوجوه الجديدة هتلاقيه في في الخمسينات تمام طب إيه المانع بدل ما هتجرب مدرب متجرب قبل كده طب ما تدي فرصة للمدرب آخر تمام تمام طب يعني إيه إيه إنت كتبت الإشارة حمرة إحنا ولا حاجة آه ثلاثة أشياء لنملكها كرة القدم والإحساس طبعا ثلاثة أشياء لنملكها معنى على الهواء ثلاثة ثلاثة أشياء لنملكها كرة القدم والإحساس بالذنب والقدر على اتخاذ القرار بالاستقالة عند الفشر آه بدأت أشعر بأن هناك هذه السلسية لإختراعات عالمية لا نعرفها رغم قطرة أخطأنا لنشعر بما بها وتلك هي المشكلة نحن مش حاستين بيها آه والحق أقول لكم أنني ما زلت أشعر ويبدو أنه إحساس سيستمر معي لفترة ليست قصيرة بإحباط ويأس شديدين منذ خروجنا من بطولة أفريقيا تحت 23 المؤهلة للأولمبياد ولا أخفيكم سرا أنني بقدر ما لمست من أسى وحزن في الشارع المصري وجدت حالة برضو يعني مفوط ناس تبقى زعلانة لا وجدت حالة من عدم الاندهاش كأن الناس بالضبط متوقعة أنه ما فيش مفاجأة حيث فقد الناس أو تعطلت لديهم لغة الكلام آه للأسف بعد هذه وقعة الخروج دي اكتشفت أننا لا عارفين نلعب ولا عارفين نتفرج ولا عارفين ندير لعبة يعني بصراحة أصبحنا صفر على الشمال في لعبة كنا قد تربعنا على عرشها الأفريقي لسنوات وقلنا أنها كمان خطوة للأمام آه يعني إحنا هي دي مجرد خطوة طبعا حتى تربعنا على العرش الأفريقي للعالمين بحالتك معاك وحلل الخبر نعم الكاميرا بتاعتك معاك وحللنا الخبر آه 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 كمّل يا رب كمّل آه آه ولأدري لماذا آه مرت بزيني صورة لأدري إن كانت مضحكة أم مبكية دي الشرق ده ببعضها اللي هي إيه بقى آه شوية شوية بشر أو ناس يعني بني أدمين آه لابسين كرفتات ملونة أيها ونزلين فينا تحليل أنا نهاردة لابس بلو فرماتي لأ آه وانا مش لابس كرفتات طبعا كويس لشوية بشر برضو آه لابسين أحسن مركات ملابس رياضية وقفين على الخط ناس بتضحك على ناس وعالم افتراضي صنعناه بأيدينا وانغمسنا فيه الله وصدقنا أننا نلعب هذا الاختراح غير الموجود عندنا اللي هو كرة القدر لها كرة القدر بزبط وفي أول مناسبة أو احتكاك جاد يا محمد بيه نكتشف أننا ولا حاجة واعذروني على هذا التشاؤم وتذكرت ويالها من فكرة مزعجة كم من الملايين أنفقنا لكي نكون هذا الفريق الهزيل اللي احنا شفناه في السنغال أمام الجزائر ونيجيريا وأخيرا أمام مالي فريق لا يظهر نجوم المعلمين معلم يعني المعلمين والبهوات أو البهوات إلا في ملعبنا المحلية فهذا اللاعب ميسي الجديد الله أو بيكينباور أو مارادونا وهو من هذا التشبيه براء يعني هو ملوش في التشبيه ده خالص خالص ومع ذلك نصفق ونختلف عندما يظهر لنا أحدهم عبقرية مثلا في الوقوف على الكرة لاستفزاز المنافس أو لاستعراض مهارات خارقة لا أو حاجة تانية كمان أو يصهر في شرم الشيخ قبل ما يسافر مثلا مثلا أو أنا زي بالدائمين اتنين كنت عايزة رحالهم بالزبط كده واسبهم برضو وصعرهم بالزبط واخدهم معايا واخدهم معايا واخدهم معايا السنغات ناسف شديد قمة بقى المضحكات بقى المبكيات عدم الإحساس بالزنب يعني عند مسؤولينا الكرويين وفي مواقع تانية كتير بالزبط اللي أعلنوا واخد بالك مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة إنهم مستعدين لتقديم استقالتهم لو كان هناك سبب لذلك فبقولي أنهار زي بعضه مفيش ولا سبب خالص سيبني بقى كامل لك يا ضبركم لو صحي دا ضبركم لو صحي لما تنزلوش تفكروا انتخابات تانية أصلا وبنسبة الانتخابات والتربطات التي تجرى منذ فترة بين المشتقين والراغبين كلما سمعت أخو شبير وهو يكاد يبكي بصدق على كل إخفاق قرى ونعيشه أقول في سلم منك لله أنت وهاني بي لأن هما هاني بي بريد هما اللي جابوا زي ما قلت بلكده انت سبب وجود القايمة التي تتعكم الجبلية وتحقق في عهدهم كل هذا كم من الإخفاقات بصراحة لن نسامحكم إلا لو اتخذتم قرارا بعدم خوض الانتخابات القادمة أنتو وكل أعضاء المجلس الحالي ولا أقول لكم انزلوا زي ما أنتو عاوزين أنا بس بفك نفسي بكلمتين وأخيرا صحقا للميثاق الأولمبي الذي يمنع إقالة الفاشلين يعني يعني فكت نفسك بكلمتين الحمد لله فقت بقى فقت طب الميثاق الأولمبي مش يزعل منك لا الميثاق الأولمبي يتطبق ونرحب به جدا بس علينا لو إحنا كنا حريصين يا سيد محمد على مصلحة بلدي للأسف الشديد لكن للأسف الشديد إحنا بنستغل الميثاق الأولمبي في البقاء مدى الحياة في مواقعنا أنا قلت زي كراسي الفراع أنا كان بيعاموله الكرسي الإلهي بيعاموله هو الكرسي جوه الكرسي مع نحوط جوه الكرسي هو في الآخر هيسيبه برضه بالزبط بس مش هيسيبه بمزاجوي زمان كان دائما فيه ارتباط الفن بالرياضة يعني وفيه صور بيهم شايف برضو ده ترفيه لأ أنا كمان عجبني صور عشر شايف آه لأ أنا عجبني كمان التجربة اللي بيقوم بيها عشر عباق ليه بقى؟ ده عماد متعب وعلي ربيع آه عماد متعب وعلي ربيع آه عجبني جميل لذيذ آه لأ عجبني ليه؟ هو بيقود دلوقتي مجموعة من الفنانين الشبان بيعمل بيهم آه فرقة يعني عارف اسماني ياسين بتفكرك أيوة خيري أحمد يشبيكواهبي أحمد المدبولي آه فؤاد المهندس طبعا طبعا أنا سمعت حاجة من الفنان الآه الذي لن يتكرر بسهولة آه عاد الإمام زي آه بيقول إنه هو آه بيغير يعني أنا سمعت حاجة بالمعنى ده بيغير من أشرف عباقي عشان آه مسلسلات السيدكوم اللي بيعملها آه ليه؟ يعني يعني عارف لما هو أشرف عباقي تلميزه آه لما ينجح في حاجة ويشيد بيه الأستاذ بتاعه أعتقد الناش هذا برضو الأشرف عباقي يعني جيدة جدا طبعا لا يعني آه ده كابتال حسن حمدي برضو كمسورة كابتال حسن حمدي يبقى بتفرج لا ده بيدل برضو بيدل إنك بتروح تفوك عن نفسك شوية وبعين تربط تربط ربط ربط زي ما أنت قلت زي ما أنت قلت طبعا الرياضة والفن طبعا يعني أنا بقول إنه هو بس التزاوج ما بين رياضة والساسة هو اللي بيبقى هي فنون باطل زي زواج عاتريس من فوق ده كده وعلى فكرة بيؤدي الكوارث آه طبعا آه زواج طبعا لأنه ده زواج غير شرعي بالزبط الزواج الشرعي ممكن بقى الفن معنا خمس دقايق أخدته معاك على رحيل المدربين آه كابتال حسن في المخولون محمد يوسف سموحة جينيدي المحلة عبد الحميد باسونة حرس الحدود مالدينو في الاتحاد السكندري أحمد حسن بترجيت عماد الأماش آه الشرطة طارق خالد الأماش سوري خالد الأماش خالد الأماش آه وانا قلت طارق الأماش لا هو طبعا تمام فلا هو طبعا زي ما قلت لحضرتك طبعا من يستقيل أفضل من الذي يقال يعني يعني إن واحد من نفسه ولا لا أشتشعر بالحرج إنه يعني معلش لما حد بحجم حسن شحاته يقدم استقالته وحمد حسن نارد وحمد حسن يقدم استقالته طبعا ويعلن ده على موقعه هو الرسمي أو موقعه الشخصي أعتقد ده يعني يخرجه شوية من القاعدة اللي أنا قلتها دي يعني القدرة على اتخاذ قرار بالاستقالة عند الفشل وأحيانا على فكرة الفشل ما بيبقاش أنا بس سببه يعني بيبقاش المدير الفني هو الوحيد السبب ممكن المنظومة اللي هو فيها تؤدي للفشل بالضبط فهو بيبعد ده أنا بحيي الناس يعني أنا بقول على الأهل عندهم الإحساس بالزنب وعندهم القدرة على اتخاذ قرار بالاستقالة عند الفشل دي حاجات مش موجودة دلوقتي فأنا بحييهم عليها قرأت قرأت الكونفدرالي الأفريقية نادي دور الأبطال تم تجنيب أمن بي المشاركة في المرحلة الأولى اللي يبدأ بالمرحلة في مرحلة الدورة الـ 32 مصر مقصة العفضول الـ 62 هيلعب الدفاع الأثيوبي هلأ دي ايه دي يكون فدرالية؟ الفدرالية الأفريقية عندنا هيبقى أمبي والمقصة والأهلي والزمالك لازم بالأهلي والزمالك برضو لا اتعملت برضو قرأيتهم من برضو بالزبط والأهلي الفائز من وجهة ريكر يتوفو يتوفو والأمجولي دي دراسينج من غينية الاستوائية أعتقد المباريات اللي يوجد نفس القصة والزمالك لا يعرف الأدوار الأولى يعني أو الأدوار المبكرة أدوار مؤهلة كلها مش هتبقى صعب خالص على النادي الأهلي والزمالك تمام وبرو بنتمنى للفرق اللي هتمثلنا في الكنفدرالية بعد الأهلي ما فتح الطريق يعني عندنا امبي امبي ومقصة اهلي وزمالك في بطلطين مهمين جدا السنة اللي فاتت الكنفدرالية كانت في وغض الشوق كله والفرق المهمة جدا عشان كل الفرق الكبيرة مازين بفاز بدوري رابطة الأبطال أعتقد ان السنة دي ممكن تبقى بس احنا مستويات فرقنا ما كانتش تسمح بالاستمرار للأسف الشديد يعني عندي خبر لأعمر جمال نجم النادي الأهلي وفي عرض من الرائد السعودي شايف زل التخمة الموجودة في خط الهجوم إيفونا وجون أنتوي وعمد متعب وعمر جمال والأمور دي كلها بالنسبة لهم صعبة شواء والله هقولك حاجة هو لو بالنسبة للجهاز الفني في النادي الأهلي لو عنده التخمة دي معي ان انا لو قاعد دلوقتي مش حسنها يعني يعني لا إيفونا قدم كل اللي عنده لسه ولا جون أنتوي قدم كل اللي عنده بنلاقي عماد متعب أحيانا هو المنقذ أحيانا عمر جمال هو المنقذ فإذا كان أي حد منهم خارج الحسابات يعني لو فيه اتنين أثبت وجودهم قوي وفيه حد برا الحسابات يبقى إتاحة الفرصة ليه خارج النادي الأهلي ممكن تبقى أفضل بشرط أنه هو يبقى النادي الأهلي عنده البدائل الهجومية اللي هو يقدر يعتمد عليها يعني ما يمشيش عمر جمال وما ياخدش حاجة من إيفونا ومن أنتوي أو من عماد مثلا يعني لازم يبقى فيه عنده على الأقل اتنين مهاجمين أقوية لغاية دلوقتي لسه الدنيا ودي ما ظهرتش قوي سيد جمال شرفتني من نورتين ربنا خليك أصو محمد سعيد بوجودي معك بكرا إن شاء الله يبقى معنا في الجزء الأول الكابتن ميمة عبد الرازق المدير الفني اللي نادي اسموحة والجزء التاني الكابتن أيمن الرمادي صاحب نقول الاسم الكبير والإنجازات في دوري الإمارات يبقى ضيفنا إن شاء الله في حصاد النهار في فقرتين مختلفتين الأول ميمة عبد الرازق والتانية أيمن الرمادي وفقرة الأوليات يبقى إن شاء الله فوت الأخبار شكرا كل شكرا للجمالاء العزاء بشكركم شكرا جزيلا بكرا حلقة جدا حصاد النهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته